شلوانك الحمدلله ان شاء الله ناجح نعم ناجح الحمدلله اللي ذاكر ويتعد لازم ينجح والحين اش راح تسوي ابي اروح للعندية الصيفية عافية عليك علشان تقضي وقت فيها وتستفيد وتنمي هويتك اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا بمقلب الاصوات عبدالله علي الهيل اهلا فيك يا عبدالله تفضل اهلا عليكم السلام طبعا حبايب الحلوين ضيفنا بيكون ولقائنا الان مع اخوكم عبدالله علي الهيل تفضل عبدالله عندي هني ومثل ما شفتوا من شوي كانت بدينا ثنين من الدماء كان مع الاسد والكلب وحاول انه يقلد الاصوات اهلا فيك عبدالله تفضل يا اهلا سهلا عليكم السلام حياك كله معاننا في البرنامج عبدالله يعني انت يعني حسيت الان من خلال الدماء اللي بدينك عندك هواية التمثيلها تكلم لنا شوي عن الهواية هذي يعني انا احبها جدا ويعني عميل اليها جدا يعني سعز بتربية المسرحية انت شارك ايه مرة بتحريك الدماء مع المدرسة ومثل في الانشتة المدرسية النشاط المسرحي انزين منهم من ممثلينك هني يعجبونك ايه محلين اه كثير والله عندي غانم السريطي نعم عندي العزيز جالسن وفريد الجابري طيب على مستوى الخليج من يعجبك والله كثير عبدالرحمن عقل نعم وتابع اعمالهم ناس راحية وترفزيوني طيب قبل كل شي هذا يجورنا الحديث عن دراستك شون دراستك الحمدالله انت في اي مرحلة دراستي الان الثانوية مرح ثاني ثانوية ان شاء الله اليوم استلمت الشهادة ما شاء الله وان شاء الله كانت نتيجتك ايه درجة نيزين الحمدالله الله ينفكك يا عبدالله طيب ابدالله انا بغيت اسئلك انت يعني هني في قطر رحت حق احد المتاحف في قطر متحف شنه الي رحت لك متحف قطر وطني طيب تقدر تسول في شوي عن متحف قطر وطني شنه الي شفت هذا سؤال طبعا خارج عن اللقاء ايه ما علي يعني اجد في الاثار القطرية اللي تشرفنا واتفننا ان نشاهد ونستمت فيها نعم في متحف السلاح عندنا هني في قطر رحت له اه بس متحف قطر وطني وفي شوف عندنا كذا متحفي عندنا متحف السلاح طبعا تقيت لي رحت متحف قطر الوطني عندنا متحف قلعة الدوحة ومتحف التقاليد الشعبية متحف الخور الاقليمي متحف الوكرة الاقليمي ومتحف الزبارة الاقليمي انت رحت متحف قطر الوطن متحف الوكرة شو شفت في متحف الوكرة يعني ما يقارن بين مستوى متحف قطر يعني اشياء عادية حتى ما اذكر يعني صارني مدة يوم زرت اخر مرة شو الاشياء مثلا اللي اللفتت انتباهك و حسيت ان هذات قيمة كبيرة في متحف قطر الوطني لازم عادة ان الواحد لما يقول يقول حق ربقى الله شفت هذا مثلا في متحف كان هذا الشيء شلو اللي شفت اسماك يعني السيوف والدروع والاسماك يعني تحارفين الاسماك محيطة يعني في كثير من الاسماك و يعني من فضل الله على قطر يعني انه هتاح لنا موقع جيد عشان استطاد في السماكوهاي و شفت مجموعة اسماك غريبة في متحف قطر الوطني شفت السيوف القديمة شو هي السيوف القديمة تقدر تتكلمني عنها يعني فيها قوة طويلة الشكل كتير و قويها قوية السيوف القديمة و لون عباد و حادة من النوع الحاد يعني و احنا العرب طبعا مشهورين سابقا و تراثنا و تاريخنا كله يتحدث يعني عن السيف و عن الخيل الخناجر بعد و الخناجر الجميلة اللي شفتها طيب ما ادر في معانا مكالمات في معانا مكالمات خلينا نسمع اول مكالمة بعد اذنك عبدالله بس نستقبل المكالمات اهلا 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 مهما كم أهلا حكرا اسمع extend شكرا شكرا يا حبيبتي على اتصال شكرا يا ماما ما تقصرين معانا بعد مكالمة طيب خلينا نرجع نسولف مع ضيفنا عبدالله علي الهيل عبدالله الى جانب موهبة التمثيل عندك هوايات ثانية يعني رياضية ولا نشاط حر عن اي شي احنا واحد يقولك انا اجمع كذا موهبة مثلا انا احب الرياضة وبنفس الوقت احب اسمع الموسيقى او انه انا عاز في بيانه احب انا كرة القدم كرة سلة من الطاولة السباحة بولنج وعلى فيديو جيمز يعني في البيت نعم طيب هل تحس هواياتك هذي ما اخذ وقتك كله ولا انت مقسم وقتك بين الدراسة مثلا وبين المواعبات نعم انا مقسمها طيب الحين في الصيف ش تسوي الحين احنا في الصيف ش تسوي احنا في النادي العلمي انا اي حلو جنين خل صنع الطائرات شي ما شاء الله طيب تكلم لنا على النادي العلمي شوية وشنو تسوي في انت وزملائك في النادي هناك تزيدك خبرة نعم خبرة شن هو عبدالله تصيح لادواتك عربية الالكترونية اي الحين تذا اخترب اي شي عندكم البيت تقدر تصلح طيب احنا في المسجدات شي الراديوهات برافو عليك انزين وشنو بعد تصنعو انت وقل لي مساء الطائرات شنو حكاية الطائرات هذي يعي تعرفين الناس مستغول بسيقون طائرات يعني هاي بداية انج تكتسبين معلومة شون تصلحين عشان اذا مثلا انا اخترب اطايرتش بسنح الله تقني تصلحين اطايرش هالله يا رب يصرح لدي طيارة مزين يعني هذي الطائرات طبعا انتو مثل النماذج بس هل معقول النموذج يكون نفس الطائرة الحقيقية بكل ما فيه لا لا مستحيل اي ما قاعدة اقول انت تقول شون صلح الطائرات شلون يعني يعني حين انا زرتها مرة بس ما عرف شلون طريقتهم اي اذا تكلمي عن النموذج مثلا الطائرة شلون تسوونها يعني هل تصنعون طائرة وتطيرونها ولا شلون والله ما ادري ايان شلان بس لما ازورهم انا بعرف شلون طريقتهم بس يعني انت تشوفت صناعة الطائرات عندك في المركز ها طيب في شيء معين انت سويته حد الان اي في المركز اي لا 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 ما سجلت اي ما سجلت ناوي تسجل في الاطلة الصيفية طيب هذا شيء جميل طيب كلمة انت تحب تقولها مثلا للاطفال في الاطلة الصيفية شي سوون هم يشاركهم في الانشطة الرياضية اي والاندية الصيفية بشكل عام لانها توجههم الى التسلي لو هاي نعم يعني يقضون وقت فراغهم في شيء ممفيد ممسلي وممتع لهم ابنة في الوقت ام معانا الحين مكالمات ما معانا مكالمات طيب ام ام ما ادري تحب عبدالله تقدم لنا شيء الحين قبل لا ننهي اللقاء عندك شي تحب تقوله نعم بس اللي اقول ان على الاطفال او الشباب نشاركم في الانشطة الرياضية نعم شكرا لك عبدالله تسمح لي بس معانا مكالمة خلينا نستقبلها الو 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 اهلا مين معانا مبارك 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 كم عمرك مبارك 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 م انت في الاول ولا بتروح الثاني ولا شن هو ها انت بالاول ابتدائي مبارك انا حاشيك نا سامعني انزل الحين انت متصل فينا بالبرنامج انت وماما عندك شي بتقوله لنا ها عندك شي ش بتقول ش بتقول يا مبارك تحنية تحنية ياريت يا مبارك يا ماما نسمعها منك يلا تفضل حبيبي يقول ها اهنى فاعد سمو الشيخ حامس بن خليفة الثاني حمير بيلات المفتة في مناطبة بكرى الجلوس واهنى الشيخ جاسم بن حامس الثاني في مناطبة بكرى الجلوس والشعب القطري يا حبيبي شكرا لك يا ماما على هذه التهنئة الحلوة هذه احلى تهنئة من طفل صغير عمره سبع سنوات حتى لو كانت والدتها يمنى وتنقلة شيء جميل منها طبعا انها تحسس ابنها بهذه الفرحة اللي كلنا احنا عايشينها وشكرا لمبارك وشكرا لوالدة مبارك على هذا الاتصال والتليفون الجميل والكلمات الرقيقة اللي سمعناها من مبارك